بسم الله الرحمن الرحيم واللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى أهاله الطيبين الطاهرين ومن أحبهم وصافاهم وتمسك بسنتهم وثار على محجتهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بطاقتان من وحي مونديا القطر وعنوان البطاقة الأولى أي المنتخبات أولى بالتكريم اليوم أربع وعشرون ساعة في العالم أجمع ويجب أن تقسم هذه الأربع والعشرين ساعة يجب أن تقسم بعدل بين الأعمال والنوم والأكل والنظافة والرياضة والصلاة والاستراحة مع شيء من التسلية البريئة والمقصود بالعدل في تقسم اليوم على هذه الأمور المقصود به تحديد الوقت لكل مهمة بما يحقق الأهداف منها فلا يضغى وقت العمل على وقت النوم ولا وقت النوم على وقت العمل ولا وقت الأكل على وقت الاستراحة ولا وقت الاستراحة على الأعمال بالنظر إلى الواقع إذا نظرنا إلى الواقع المعيش نجد أن 24 ساعة مقسومة بين الأعمال الأعمال كالتعليم الزراعة والصناعة والتجارة الصيد البحري والغابات وتربية المواشي والإعلام والأمن والدفاع والإدارة والرياضة بالآخر هذا من جهة والاستراحة والتسلية من جهة ثانية هناك قصماني هناك أعمال وهناك استراحة وتسلية وإذا نظرنا إلى المبالغ الخيالية المالية المبالغ المالية الخيالية التي يتقاضاها لاعب كرة القدم إذا نظرنا إلى تلك المبالغ نجدها تغري الصغار والكبار بالتوجه إلى ملاعب الكرة فقط بالتوجه فقط إلى ملاعب الكرة مع أن الألعاب كلها وصنفة في قسم استراحة والتسلية فهل ترجحت كفة اللعب على الجد وهل صار الجد لعبا أو اللعب جدا هذا شيء محير فلماذا لا تقدم الدولة والحكومة على إيجاد منتخبات مبدعة من العاملين ذوي التجربة والخبرة في مختلف ميادين الأعمال التي ذكرناها وغيرها تجارة صنع صراع إدارة أمن يعني عسكر إعلام تثقيف الأعمال جدا كل نوع من هذه الأعمال ينبغي أو يجب أو يحسن أن يكون فيه منتخب من الخبراء من ذوي التجارب من ذوي الإبداع في كل ميدان من ميادين الأعمال يكون فيه منتخب فتكون عدة منتخبات تعنابهم الدولة وتكرمهم وتشجعهم ماديا وآدبيا تشجعهم بما يثير المنافسة في العطاءات المتنوعة للوطن العزيز أليست منتخبات الأعمال أولى بالتكريم والتشجيع من منتخبات الألعاب هذه البطاقة الأولى البطاقة الثانية عنوانها سأل العصر سأل العصر ولست بشاعر إنما هي خواطر من وحي المونديال كما ذكرت ظن القوم العرب أن الخصم انغلب تعال هنا أي عند العرب تعال هنا نغم توال هناك أي عند الغرب توال هناك الشغب تعال هنا نغم توال هناك الشغب غضب لذاك العجم التابت بذاك نغب أي حصرات وإحزن وهم هل طلع البدر لأناس أدبروا غربوا يعني العرب المسلمين هل طلع البدر لأناس أدبروا غربوا لا كون لنا غدا منطق العجم لا كون لنا غدا إذا مصطلح العرب لا كون لنا غدا إذا مصطلح العرب لقد هتف الحقد إن هذا شيء أعجب نشر الكذب نشب الرهب كأن قد نهب سكت الفرح شتمونا نطقا وبما كتبوا رسم السلم حبك الغنم تدانت كرب بان لنا الغدر لنا بان لنا الغدر حيثما دار وأن انقلب سئل الكأس أسابيلك دولي أم أنت غرب أشار لسان الحال إلى الروم إذا هم هب أفصح المكر سأل العصر أفصح المكر سأل العصر متى يصدق العرب متى يصدق العرب والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر شكرا